خليني أقول شيء آخر أحبائي سؤال آخر بماذا تتميز الكنيسة أو كنيسة الرب وأنا بركز على كنيسة الرب لأنه ممكن تكون مسميات كنيس بس الكنيس ملهاش تأثير ولا فاعلية وممكن بتمارس ضلالات مع كل هذا اسمها كنيسة أنا شو بتكلم مشان هيك بحدد الكلمة كنيسة الرب فشو اللي بميز هذه الكنيسة وشو هي خصائصها وشو هي مواصفاتها أولا أحبائي في شيء مهم شيء روحي عميق جدا في البداية النقطة الأولى راح أتكلم عنها إنه الكنيسة بسميها الكتاب المقدس السر السر المكتوم بس هذا السر أعلن مكتوم ما منشوف مثلا النبوات اللي توضح لنا فكرة الكنيسة آف في فكرة الملكوت ملكوت الله بس فكرة الكنيسة مش واضحة مبهمة في العهد القديم بس هاي الفكرة كانت في فكر الله الأزلي وأعلنت طبعا من خلال مجيء يسوع المسيح هاي الكنيسة إحنا كنا في فكر الله واختارنا قبل تأسيس العالم الفكر الآزل أنا بتكلم لكن أعلن بمجيء الرب يسوع المسيح وابتدأ هذه الخدمة إلى خاصته يعني الشعب الإسرائيلي ولكن الرسالة كملت أنه السر أنه الأمم يعني صار عندهم رجاء المجد أنه المسيح فينا المسيح فيكم رجاء المجد هذا السر المكتوم أعلن فصارت لكنيسة الشعب الرب من يهود ومن أمم وأعلنت وهذه هي خطة الله الأزلي الأبدي أعلنت لنا في مجيء الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر